أهلا بكم مشاهدين ومستمعين إلى جولة في الصحافة والبداية من الصحافة الإنجليزية والصحيفة The Guardian البريطانية والتي نشرت تقريرا ذكرت فيه أن الحكومة المقترحة من البعثة الأممية في ليبيا شبه مفلسة وتواجه الآن خطر الخفض الإجباري لقيمة الدينار الليبي بالإضافة إلى أنها قد تضطر إلى إنهاء دعم المحروقات في خطوة قد تثير موجة من الغضب الشعبي وسقوط الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة بحسب الصحيفة وذكرت The Guardian أن مصداقية الحكومة المقترحة برئاسة فايز سراج في تضاؤل مستمر وأنه على الرغم من الدعم الدولي من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلا إنها ما تزال غير قادرة على توحيد البلاد وقيادتها وأشارت إلى أنه خلال نهاية الأسبوع الماضي إنهارت قيمة الدينار الليبي في السوق الموازي بنسبة 7% مقابل الدولار الأمريكي وذلك لأول مرة حيث انخفض إلى 6 دينارات مقابل الدولار على الرغم من أن سعر الصرف الرسمي هو دينار فاصل 4 للدولار الواحد إلى الصحافة الفرنسية وموقع مجلة الإكسيفريس والتي نشرت تقريرا بعنوان تقي الدين مصر على أنه سلم أموالا ليبية لساركوزيه ذكرت فيه أن الوسيطة ورجل الأعمال الفرنسية اللبناني زياد تقي الدين أكد للمحققين الفرنسيين أنه سلم أموالا ليبية للرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزيه في الانتخابات الرئاسية وقدم ساركوزيه نفيا رسميا لاتهامات زياد تقي الدين منددا بما وصفها بالمناورة القذرة للتدخل في الانتخابات التمهيدية لليمين والوسط وذكرت المجلة أنه بعد ثلاث سنوات من التقصي حصل المحققون على عدة شهادات لمسؤولين ليبيين سابقين أيد وجود تمويل ليبي لحملة ساركوزيه وبين هؤلاء خصوصا شهادة شكر غانم وزير النفط الليبي الأسبق المتوفى عام 2012 والذي أشار إلى ذلك في مذكراته كما أكد عبدالله سنوسي في عام 2012 أنه أشرف شخصيا على نقل خمسة ملايين يورو لحملة ساركوزيه بحسب عناصر من تحقيق لقضاة تحقيق فرنسيين ولا يملك القضاة أدلة لكن لديهم مؤشرات تحوم حول تدفق مشبوه أخيرا إلى الصحافة العربية وموقع صحيفة عربي 21 والتي نشرت تقريرا ذكرت فيه أنه لطالما انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سياسة إدارة باراك أوباما تجاه ملفات عدة ومن بينها الملف الليبي ولكن السؤال الآن بعد فوز ترامب بالرئاسة هو عن خياراته المتاحة تجاه هذا الملف وذكرت الصحيفة أن تقريرا نشرته شبكة سينان الأمريكية أشار إلى أن أهم أولويات ترامب في ليبيا هو التشاور والسيطرة على المصالح المتضاربة للقوى الإقليمية ودول جوار ليبيا ونقلت عن الباحث في مؤسسة كارينجي للسلام في ريدريك وهري أنه لن يحدث أي تغير في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا لأن ذلك قد يمنح قوى إقليمية حرية أكبر للتصرف حسب قوله لوكالة رويترز وذكر الموقع أنه بحسب مراقبين فإن تصريحات ترامب أثارت كثيرا من التخوفات حول الآلية التي سيتبعها في التعامل مع الوضع الداخلي في ليبيا خاصة وأن الطائرات الأمريكية ما تزال تقصف تنظيم الدولة في مدينة سيرت اشتركوا في القناة